يأتي الرئيس إلى موسكو بعد آخر زيارة كانت في 2015 وما جرى خلال هذه المرحلة هو أنه اعترى كثير من المسارات السياسية الكثير من التغيير الحقيقي النهاردة الرئيس بيأتي إلى موسكو ثم بيلتقي مع المسؤولين الروس وتبدأ في حوارات حقيقية وحوارات ناجزة وحوارات بتغير من طبيعة الأشياء بين الجانب المصر والجانب الروسي مصر جاء الرئيس إلى موسكو هذه المرة غير وبيختلف بشكل كبير عن قدومه إلى موسكو في 2015 من 2015 إلى 2018 تغير كثير من الأشياء في المسارات السياسية أثبتت مصر أنها دولة قوية وعارض بشكل قوي إلى الساحة وأيضا مصر خلال الفترة الماضية أصبحت عنصر مهم كما قلت وأردت في كل مرة جزء كبير وجزء مهم في المعادلة السياسية الدولية مصر الآن بتتفاعل ليس فقط كشريك في القضية السورية أو الليبية أو الفلسطينية إنما فاعل رئيسي في هذه المعادلة الروس بيعلمون هذا جيدا ودور مصر في المسار السوري وندقات الرئيس المتتالية لحل القضية الفلسطينية كل هذا جاء به الرئيس إلى موسكو لكن العلاقات الثنائية والملفات المشتركة خاصة الملف التجاري والملف الاقتصادي هو الأهم في هذه المرحلة